أحبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء محاولة تهريب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية المخدرة كانت في طريقها إلى إحدى الدول العربية تقدر بنحو مليون قرص منشط وفي التفاصيل تم التحفظ على كمية كبيرة من الأدوية متجهة من مطار الملكة علياء الدولي إلى دولة شقيقة على أنها منشطات جنسية وعند عرضها على كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء تبين وجود مواد مخدرة ضمن تركيبتها وتم إثبات ذلك مخبريا من خلال مختبر الرقابة الدوائية التابع للمؤسسة وعليه تمت مخاطبة الدولة المعنية من خلال القنوات الدبلوماسية